منذ أكثر من شهر وكلية إدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية في طرابلس متروكة للأشباح منها رمية 1300 طالب في الشارع بعدما اتخذ تعيين مدير جديد للكلية أبعاد طائفية نحن قلنا أكثر من شهر قاعدين ببيوتنا ومبين أنه ما حدا سألين عننا التنام نكفي الست جماعة ما أنا عم نتعلم هذا الشيء ما يمدو يتحمل مسؤوليته أول شيء هذا الشيء ما يمدو يتحمل مسؤوليته ناشد للسياسيين ما بيهمني منهن بدنا نرجع نتعلم صار لنا شهر شهر شهرين حنسفود بالتاني ومتعام نتعلم يعني أقل حق فينا ناخده نحن نتعلم القضية عالقة لدى رئاسة الجامعة يقول وزير التربية الرافض لأداء الدكتور عدنان السيد حسين لا سيما لناحية رضوقه للضغوط السياسية التي يتعرض لها ما بيخفى عليك أنا مش بالصورة أنا وزير وصاية رئيس الجامعة عم يتصرف بهذا الموضوع لحاله بيتحمل مسؤوليته لحاله إنما بده يتحيسب مؤسف يعني أنه رئيس الجامعة يكون فاتح المشاورات مع احترامي لكل السياسيين مباشرة مع رئيس مئاتي أو غير الرئيس مئاتي اللي هني يا بيرضوا يا ما بيرضوا إذا نفتح كلية أو نسكر كلية اللي عرفته أنه صار فيه مداخلة للجنرال عون لحال حالة الموضوع رئيس الجامعة رفض الحديث عن القضية موكلاً المهمة إلى عميد الكلية الذي يتحدث عن ظروف أقوى من الجامعة أقفلتها ويؤكد كلام الوزير عن الحل القريب بالتأكيد مش الجامعة أقفلت الجامعة بالتأكيد مش إدارة الجامعة أقفلت الجامعة اللي أقفل الجامعة هو الواقع اللي ما بدي يفوت فيه أنا تم نضاعف المشكلة لن يضيع العام الدراسي عليهم بشكل قاطع شو ما كانت ظروف رح يقدروا يكملوا سنتهم الجامعية بشكل مقبول أين تكن أسباب أقفال الكلية فإن الطلاب سيعودون إلى الاعتصام مطلع الأسبوع المقبل خوفاً على سنتهم الدراسية